هذا الشهر بين الدفع والبرد وبعد الأمطار الغازيرة اللي شهدناها بهاليومين من الضرورة هاليومين نعرف شو حالي يتوفر شو بعدك عم تعمل هون إيش شو سامع هالجملة كل مرة عندي نفس الجواب كيف شو بعدني عم بعمل هون أنا من الأشخاص اللي بيرفضوا يفلوا إذا فلاينا لمن تركين هالبلد هيدا الفيلم منو فيلم سكي قد ما هو محاولة لإظهار جمال بلدنا وتعلقنا بنمط عيشتنا وعاداتنا وأرضنا برغم من كل الصعوبات والتحديات اللي عم بتجيروا كتار منا يفلوا بس وين ما رحنا وقد ما طولنا لبنان بيضل بلدنا ومرجعنا ومصدر توازننا ووجبنا نصمد ونكافي حتى نورته لأولادنا بحالة أفضل مما نحن وردنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سراحة لبنان سر بلد نعمله زيارة مع الأجيال عم نحس إنه في أقل ناس وأقل عم بيصير هيدا وطنهم ما بدنا هالشي يصير بدنا يلي هون يضل واللي بره يقرر يرجع القرار إنه نرجع صعب يتأخذ بس أول ما مناخذه ومنطلع ورانا الباقي بيصير حي نصدقوني أنا عشت وعملت بحرب 2006 فليت مرهم وقررت إنه مطول أول ما يرجع البلد أرجع على لبنان رجعت القرار كان صعب بس أول ما رجعت بفتكر كان أسعد يوم بحياتي أنا اسمي بسام الترك عمري 47 سنة خرجت بأوروبا سفرت بال2006 ورجعت طارق زوان 33 سنة فل على إربيل ورجع جايسون إزح 37 سنة نجوز عنده ولاد بقضيه بالطيارة بس خزينته بلبنان نحنا تلاتة وفي كتار مثلنا ولادها الوطن ومش فالي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر